موضوعنا الآن سنتحدث عن رياضة هوائية جديدة لم نعتد عليها في الكويت وهي رياضة القبز بالمضلات من ارتفاعات عالية ومنافسة دول كبيرة وكثيرة سبقتنا في هذا المجال الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا اليوم في الستوديو أحد أبطال القبز في المضلات والذي جعل عالم الكويت يرفرف فوق سماء دولة البرتغال باسمكم عزاء المشاهدين رحبا معنا بالمهندس سالم الميل حياك الله الله يحييك ساعتنا برايك صب عليكم بالخير على المشاهدين الكرام وبهالمناسبة أحب أبارك حق صاحب السمو أمير البلاد والعهد الأمين والشعب الكويت كافة بمناسبة العياد الوطنية والله يديم المحبة على الشعب الكويتي وإن شاء الله الأمن والسلام والاستقرار يا رب آمين آمين قبل أن تكلم عن موضوعنا لأن الفيديو اللي فيه بوسائل التواصل الاجتماعي وحتى فيه بعض المحطات المتلفزة حتى كانت خارج دولة الكويت اللي تناقلت هذا الفيديو نبين نشوفه مع أستاذ المشاهدين ونرد أن تكلم عنه موسيقى 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 اوها في قلبي مثل حبها الحنثي يا عوض، ولاقي، خصيل حن كويل اوها في قلبي مثل حبها الحنثي الله الله يا حلو الكويل الله الله يزيني الكويل الله الله يا حلو الكويل بالفعل بعد ما شفنا هذا الفيديو يعني أبيك تولف لنا شيء عن هذه القفزة ولكن العلم هذا شكبرا العلم هذا ما شاء الله عشرة بخمسة عشر متر بخمسة يعني كنت طالع تحتي أشوف طوفة بس ما شاء الله أهو بروحه في وزن هذا والله كان وزنه 13 كيلو تقريبا بالإضافة حق البرشوت اللي كان على ظهري تقريبا يمكن هم 13 كيلو ثانية كان فيه وزن يعني أكيد طيب كلمنا عن الرحلة بشكل عام شون خطأت لها وليدة صدفة ولا لا أنت والله تدري أنك تروح هذا المكان والله أمانة أن أخوي فهد يعقوب أصبح عليه بالخير وهو صاحب العلم وهو صاحب الفكرة قفز قبلي تقريبا بثلاث أو سنتين أو ثلاث سنين ما أذكر بالضبط قفز بنفس العلم باسبانيا وهو صاحب العلم فقبل سنة تقريبا يأتني الفكرة أن ليش ما أقفز بمكان ثاني يعني كل سنة كل احتفال نسوي بمكان ونشوف لنا طريقة ثانية فأقال لي شرايك تسوي قفزة باسبانيا قلت لا لا نحن نروح لبرتغال كنا نروح لسكاي دايب ببرتغال فوالله اتفقنا أن نروح نسويها هناك ومنها يعني ديرة ثانية والحمد لله الله وفقنا ورحنا لبرتغال ودربنا عليها وسويناها حمد لله ممتاز طيب تاخذ أعداد يعني ندري أن بالفعل هناك تمرس الآن في هذه الهواية وانت ما شاء الله قافز قفزات كثيرة مو أول وحدة لك ولكن مع العلم بهذه الطريقة المصور اللي طلع معاك وغير هذه الأمور تم العداد لها على الأرض قبل أن تصعدون ولا جربتوها بالهوى قبل أن تسجل طبعا بلا شك عشان سوي قفزة علم أي علم يعني سواء حجم صغير أو كبير قبلها لازم فيه دورة وفيه مثل ما تقول اختبارات نظرية وعملية وفيه لها بريف قبل القفزة لازم ندري بيعطيني بريف المصور لازم يكون احترافي بشكل كبير عشان يقرب المسافة اللي شفناها يعني اللي صورني بطل بريطانيا ومنتخب بريطانيا بالقفز ما شاء الله عنده 25 ألف قفزة اليوم وطبعا ما تقدر مني وطريجتي تقفز بعلم فلازم شوي تكون متدربة عليها وما أخذ عليها مثل ما نقول لازن أو دورة معينة ممتاز طيب يعني مثل ما نشوف الحين ببعض اللقطات هذه بداية القفزة كنا فوق الغيم هذه كنا فوق الغيم على ارتفاع 18 ألف قدم 18 ألف قدم لأننا كنا قروب كبير فنحتاج نرتفع ارتفاع أكثر وهذه كانت بسبانية كانت خلال مثل ما نقول إفنت من كل دول العالم ناس مشاركة ممتاز تقريبا 200 قافز فكانت توزع لقروبات كل قروب يختص بحركات معينة الناس كانت نسميها الفري ستايل ناس الفري ستايل فيه تشكيل يصير ايه فيه ناس تشكيل فيه ناس الفري ستايل فكل واحد على حسب ميولة طيب الحين أنا عندي سؤال بس لنا هذه اللقطة طلعت فالحين يوم قفست في تحتك بيوت ايه نعم ولكن يوم نزلت على الأرض نزلت بمدرج ايه نعم طيب شلون الطريقة انت يعني التحكم يبلش من فوق انت تدري انك بتروح هذا المكان ولا طبعا احنا نكون عارفين المنطقة قبل لا اروح مكان أي نادي اروح بقفز فيه قبلها يعطوني بريف على المكان خريطة في ماب كاملة يعطوني وين مكان اللي انزل فيه وين مكان اللي فيه خطر أسلاك كهرباء الشجر خنقول أي خطورة فيقولولك وين تنزل يعطونك مثل ما تقول أماكن الهبوط ومكان الاحتياطي يقول الله لا يقول ما قدر تنزل وين تقدر تنزل مكان ثاني مكان البديل فمثل ما انت شايفين فعلا يعني المدرج أو النادي يصير بين المناطق اللي يعني شوفها أو بين البيوت بس على الارتفاع عالي انت تشوفها واضح تشوفها أي واضح خصوص انت شايفة بالصورة قبل لا تقفز فأنت من تبطل مظلة خلاص انت دال وين بتروح ونفس السيارة ترى يسار يسار ويمين يمين لا الان يسار يسار ويمين يمين ببراشوت بس في آخر اللقطات شفنا ان انت لابس السوت اللي هي الوينك سوت هذه الوينك سوت طبعا هذي هم لها دورة خاصة وهي مختلفة عن القفز تماما طبعا هي طول دقيقتين انت طول دقيقتين لين تفتح البراشوت دقيقتين القفز الحر ستين ثانية بالكثير تفتح ببراشوتك ممتاز هذه تطول فيها دقيقتين لانك ما تطيح ما فيه فري فول لا تروح لعج الدام اي كانتك طيارة بس فيها هبوط فيها تعم وسرعتك الخنقو الأفقية تصير أسرع من سرعة النزول النزول اي وانا ما يقع الله تمسمونا السنجاب الطائر اي صحيح اي يعني كانت متعة صراحة ممتاز طيب سالم شعورك كونتا فوق يختلف أكيد الحين اللي ما جرب ما يقدر يوصف هذا الشعور ولكن ما يخالف حتى إذا قدرت تحط لنا ياهب ببعض الكلمات شلون شلون الشعور أمانة طبعا الشعور أنا لكي يستنيع الخوف اي بالنسبة لي الحمد لله ما في شعور خوف وأقول حق الناس اللي حابة تجرب أنتوا لأن تشوفون خافوا بس لما تروح تركب الطيارة توصل عند الباب خلاص الشعور يروح هذا لأن راح تشوف تحتك الدنيا خلاص ستبتغفز خلاص ما في أنت خلاص يا تروح يا تقعد ما راح يقعدونك بالطيارة ما راح يقعدونك بالطيارة ما راح يقعدونك بالطيارة يعني تغفز فانزل لا يدزونك اي وانزل واستمتع بالقفز يعني على قولاتهم اي تمام أيضا هناك شغلة ثانية في بعض الناس يخافون من الارتفاعات بببب يخافونك بالطيارة بالأساس فما بالك أنط من الطيارة يعني هو هذا الهاج اسمال لأني لا سمح الله لا يقول أطيح من الطيارة ولا يصبح شيء فما بالك باختيارها ينزل من الطيارة والله تشوف هذه تكون رادة على الشخص نفسه أنا عندي واحد من الشباب من ربعي في فوبيا من الارتفاعات يعني أي مكان ارتفاع دريشة بعمارة عالية خافي طل لا يطل بس دورة السكاي دايب واخذها سبحان الله والحين خلاص صباحة الفوبيا من الهاتف خلاص فالحين لا تخاف لا تخليه خوف عندك هذا الشخص ما يبقى بالأرض خلاص أنا أدور السمع طيب أيضا سمعنا أنت عندك شيء يديد وقريب صحيح والله الحضر يعني مفاجأة حق إن شاء الله بس الاحتفال العدل الوطن الياية أكيد فراح تكون بمكان مختلف إن شاء الله وراح تكون الآن العلم نشاء الله أنت قفز بالعلم أيضا اللي معاك بالفريق أيضا قفزوا بالعلم من قبل ولكن في شيء يديد نقدر نسوي أو تدرون نسوينا بالمستقبل والله أمانة إحنا كنا نحاول أن نخلي الرياضة هذه الرسمية بالكويت ولكن لله الحمد الله سهل وتم إنشاء فريق عسكري لقفز المظلات تم تأسيسه حديثا يعني وأول فريق رسمي صار وأعتقد إن شاء الله البطولات الهاية إن شاء الله رح نشوف اسم الكويت إن شاء الله بهذه البطولات هذه عن طريق فريق الجيش إن شاء الله الله يوفقهم سالم يعني أو شيء يعني الله يحفظك هذا أهم شيء بالموضوع ولكن هل من رسالة توجهها لأستاذ المشاهدين خصوصا أنت الآن يشارك باللي قفز بالعلم سالم اللي قفز بالعلم فهل هناك رسالة توجهها أول شيء حاب أشكرهم الصراحة اللي شفتها بالسوشال ميديا وبالتلفزيون خلاني أنا أستانس شفت واناست الناس واناست الشعب الكويتي فرحتني صراحة رسالتي لهم بقولهم مشكورين ما قصرتوا ورايتكم بيضة ومشكورين على الدعم ودي أقولهم جربوا الرياضة تراحلوا جربوا الرياضة جربوا تراحلوا بالفعل يعني إحنا أيضا عندنا أحد الأشخاص دائما يردد أن الآن إذا ما جربت هذه الهواية أكيد أنت راح يقوفك الشيء الكثير ولكن بمجرد ما تقعد مع صاحب الشان ويتكلم لك عن هذا الموضوع أكيد يعطي حافز يعطي دافع مثل ما تفضل في وسائل التواصل الاجتماعي الكل أجمع أنه بالفعل العلم لما نشوفه فوق علم الكويت نشوفه فوق بمختلف الدول الأسبانية البتغال وحتى بالكويت الآن الواحد يشعر بالفخر والاعتزاز فما بالك بيصاحب القفزة نفسها بالضبط طبعا شعور القفزة هذا بروح يعني خنقول شعور حلو فما بالك أنت علم الكويت شايل علم الكويت يعني قافز بياك علم الكويت صراحة شيء تحس فيه فخر وتحس بعزة نفس علم ديرتك أنت رافع بالسماء أكيد وبكذا دولة وإن شاء الله إن شاء الله يعني الاحتفال ياه راح يكون شيء ديد فكرة يدي مفاجأة إن شاء الله نقول مفاجأة إن شاء الله شيء ديد بإذن الله المهندس سالم الميل مشكور جدا ويعطيك ألف عافية وفرحتنا الأمانة وفرحت الشعب الكويتي بهذه القفزة والآن هي تعتبر واحدة من أكثر الفيديو ونصح التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي فداولا خلال الفترة الأخيرة وفترة الأعداد مشكور يا سالم ويعطيك ألف عافية مشكورين وما قصرت على استضافة ويعطيك ألف عافية الله سلمك